بداية أجواء جميلة بعد عامين من الغياب بسبب جائحة الكورونا قداش أنا مبسوطة وسعيدة كلما بحكي بأي فعالية بعد انقطاع دام لعامين بسبب الأجواء اللي صارت بالفترة الماضية فخلينا نبدأ بالحديث عن قيم هذا الماراثون والرسائل التي يرسلها لكافة العالم زي ما تفضلت بعد غياب قصري بسبب جائحة كورونا رجعت لنا الحياة بالذات بماراثون فلسطيني الدولي هذا الماراثون بضم كبار صغار في عنا أربع سباقات الفل ماراثون الهاف ماراثون العشرة كيلو سباق العيلة فإحنا بنشوف إنه إحنا كفلسطين بأمس الحاجلة ننشد حريتنا هذا المصاري السباق هو بحكي قصتنا كشعب فلسطين لأن بمر من جدار من مخيم من شعار المفتاح فعمليا كل الرسائل بتوصل من خلال مصاري الماراثون إنه ما فيها المسافة المتعارف عليها دوليا يعني معنا مسافة متواصلة وإحنا مقسمين لسي وبي وإي يعني عمليا معزولين يعني كأنه كل حد عايش لحاله على أرضه فمن هون إجت فكرة الماراثون إنه خلينا نحكي قصتنا بس من خلال الرياضة للعالم نوصل رسالتنا إحنا رسالتنا بصراحة فيها عدة رسائل مش رسالة واحدة لما الأجانب اللي كانوا معنا في 2013 ومكملين لليوم عمليا هن يصاروا سفراءنا للعالم بوصلوا رسالتنا كيف إنه أبسط حق من حقوق كل إسر أحد الأهداف الأساسية أكيد من الماراثون يعني عدا عن موضوع الحق في الحركة وموضوع يعني التنغيصات من قبل قوات الاحتلال وكما ذكرت الجدار العنصري وكافة هذه الأشكال التي نود أن نرسلها لكل العالم أيضا هناك قيم مجتمعية عائلية وأكتصادية أيضا صحيح يعني لما نقول العيلة الأبو مع الأم مع الأطفال بيكونوا موجودين بالساحة لأن الحابين فشهل مساحات فشهل يعني النشاطات اللي بتشمل العائلة بالضبط حابين أبن أولادهم يتعلموا قيم جديدة إنه الرياضة أهمية الرياضة حابين يدخلوا مفاهيم جديدة لأولادهم لما بتشوف الأم والأبو بركضوا مع أبنهم هذا فيه تحدي يعني الأولاد بيقلدوا الأباء عمليا بالحياة فعمليا هذا بالنسبة لأيلهم بيشوف قديش أبنهم مبسوط بركض بالشارع بحرية شعر بأمان كل هاي الأشياء في نعكس نفسيا على الطفل وعلى أهله بإيجاب على ما الطفل بيستنى المدالية يعني إذا بتعمل إشي منيح إذا بتعمل إنجاز في مكافأة هذا نوع من التعزيز من الحوافز كمان بيت لحم يعني بعد الغياب القصري وإحنا هلأ سيدة تدالة عم بشوف على الهوى يعني صور لأجواء الماراثون في بيت لحم كما ذكرت حضرتك تحديدا موضوع الانتعاش الاقتصاديني أكثر من عشر تلاف مشترك كانوا موجودين في بيت لحم يوم الجمعة يعني ما ينعكس على موضوع الأوتلات التي للأسف إن شلت الحركة فيها طوال السنتين الماضيتين وأيضا حتى المحلات التجارية محلات الفلافل على سبيل المثال بل بصفت محلات الفلافل المحلات اللي بتبيع مشروبات عصائر المحلات اللي بتبيع يعني أشياء متنوعة بتعرف يعني الواحد اللي جاي من حيفا ويافا ولا من الليد ولا من دبورية من الناصرة اللي جاي من تور كاريم من نابلس من جنين أكيد كل حدا بيحب أهله بيكونوا مصين وجيب لك شغلة من بيت لحم حابين هاي الشغلة يعني عمليا زي ما قلت هذا محل تجمع الكل الفلسطيني فيه كان انتعاش منيح لمدينة بيت لحم وأهل بيت لحم بيستنوه زي ما بيستنوه بأعياد الميلاد لأنه هاي فرصة لأنك تجمع كل هذا العدل طيب شو سمعت من التجار أثناء وجودك يعني إحنا نسألهم صراحة بقولوا يعني دايما نحبين تعملوا الماراتون ولما بيشوفونا بالشارع بيقولوا خلاص الماراتون إمتى تاريخه صاروا حافظين حابيني كتير بصراحة بقولك أنا لما بدخلني باليوم الواحد عشر تلاف بني آدم عمليا أنا إلا أبيع يعني والأرزاق بتتوزع الجميع فهذه الفرصة لإلهم منيحة يعني بالتأكيد نحكي أيضا عن الحضور اللي كان ممثل بالممثليات وأيضا الأجانب اللي كانوا موجودين بالماراتون قداش هذا مهم بأنه إحنا نرجع شوي شوي نرجع موضوع السياحة بفلسطين مظبوط يعني إحنا مثلا عندنا من الاتحاد الأوروبي من المؤسسات العاملة بفلسطين مشكورين يعني للسنة الثالثة بيكونوا هني موجودين معنا يعني كان أكثر من 500 مشارك منهم عمليا كل السفارات والكونسوليات كانوا موجودين موظفينهم أفرادهم لأنه بصراحة يوم جمع بالأصل هو عندهم دوام بس هدول بيحسبوا لهم يعني دوام من ضمن ساعات العمل أو بيحسبوا إنه مش يعني خاص من عملهم يعني بالعكس إنه بيشجعهم بيجوا مع أولادهم كمان الأجانب اللي بيجوا كل سنة عمليا هني بيعملوا نعاش اقتصادي للمدينة ملقوا ثلاثة بتشتغل هذا يعني وبيت لحم زي ما هو معارف تعتمد على السياحة أكثر من أي شيء تاني نعم يعني من إحدى المواضيع الأخرى اللي بتعززها هذه الأنشطة وتحديدا الماراثون كان هناك نسبة عالية من بين المشاركين نسبة الإناثين تعدت الخمسين بالمية ده الموضوع ببسطني بتحقيت أهداف استراتيجية بالضبط يعني إحنا نسبة النساء كل سنة عن سنة بالزيد يعني إحنا كانت 34-37 أول ما بلشنا بالألفين و13 إحنا اليوم نحكي عن أكثر من واحد وخمسين بالمية زي ما ذكرنا في البدايات إنه الناس بيحبوا يعلم أولادهم قيم جديدة ومفاهيم جديدة من هنا بتيجي مشاركة النساء يعني بتعرفي إذا الولد بدي يطلب من أهلو من أهلو يشارك بالماراثون ممكن لأبي يقولها أنت روحي أسهل لإلي فعملية من هنا بتيجي نسبة زيادة إنه السيدات حابين أولادهم ينخرطوا بهذه الأنشطة لأنهم اللي بيتابعوا هاي الأنشطة والفعاليات لأولادهم من نفس الوقت الحضور النسائي يعني مجددا ومجميل إنه إحنا نشوف في تنوع بالضبط هذا جانب كمان في مؤسسات نسوية كتير هاي السنة كانت تحب تكون موجودة لأنها في عندها قضايا بدها تترحى قضايا إنسانية قضايا مجتمعية فعمليا لكل كلمة وجود لأجل قضايا إنسانية ومجتمعية مختلفة وهذه قيم إحنا بنناشدها وبنعززها بالعكس إحنا معانيين يكون في عنا قيم إنسانية ومجتمعية بتجمع لكل الفلسطين يعني بالتأكيد مساحات كهذه بتكون فرصة لحتى إحنا ننشر القيم الأخلاقية والقيم المجتمعية لجانب ذلك كان في أنشطة مثل الدبكة الشعبية وكان في مساحة أيضا لأي شركات فلسطينية أنها تروج لنفسها خلال الماراثون مضبوط يعني هذا أنا دائما بقول هذا الماراثون كأنه مساحة كبيرة متاحة للكل كل حدا عنده فرصة يسوق المنتوج تها ونحكي عن المنتوج سواء كمنتوج فني منتوج تجاري ريادي أي جانب أنت حابب تعمله تسويق إحنا كان في عنا اتفاقية مع جمعية الرواد بمخيم عيدة أنه يكون في عنا فعليات على طول مصاري الصباق لأنه بتعرف يعني لسه العادي عنا أنه الناس شجعوا المشاركين لسه مش موجودة يعني موجودة يعني بس بكل مش زي بالعالم قديش الناس بيكونوا على جانبات الطرق بيشجعوا الناس إحنا حابين نخلق هاي الثقافة كمان هذا دورنا نساعد إحنا عملين بوجود هاي الفرق الفنية على طول المصاري بتشجع العدائين بالذات لبركد مسافات طويلة إنه يشوف ناس بتشجع وبتحيي هذا حافظ لأله لا يكمل المصاري الصباق كمان فيه كانت فعليات فنية خاصة بالأطفال للشخصيات اللي بحبوها الأطفال كمان كان فيه شيء كثير عاملينها مؤسسات تانية بديش أذكر مؤسسة وأنسة مؤسسة عشان ما نصيرش أي زعلم من أي شريك من شركائنا بس هم شركائنا كتار بالفعل يعني كلهم بيشتغلوا بمجال الأطفال والشباب يعني خلينا نقولك لكل الشرائح كان فيه نشاطات وكان فيه فعاليات يعني بتشمل الجميع والجدير بالذكر أنه الماراثون حتى كان هناك يعني مسافات تناسب الأطفال مسافات تناسب العائلات تناسب العدائين يعني انقسمت على مجموعات صحيح يعني زي ما حكينا في البداية أنه الماراثون هو أربع سباقات الماراثون الكامل والواحد وعشرين وهو نصف ماراثون العشرة كيلو والخمسة كيلو سباق العائل إحنا معنيين الكل عن جد يكون موجود لأنه الكل متعطش أنه يكون جزء من هذا الحدث وإحنا منعتبر نجاح الماراثون هو نجاح لكل الفلسطيني لأنه الكل مشارك بصناعة هذا الحدث حتى إحنا مبارح يعني ما رأوا بحنا من بيت لحم إلا فكرنا كيف بنا نعمل تعديلات على المصاري العيلي لأنه الأعداد كل سنة عن سنة بتزيد إحنا بالعشرين تلات وعشرين عمليا في عنا صارت نسبة مسجلين من الأجانب وحاجزين دورهم من هلأ من هلأ وإحنا محددين الماراثون عمليا للسنة الجاي طب حكي لنا شوي عن خطتكم المستقبلية للماراثون بما أنكم مباشرة يعني ما استنيتوا أبدا وهي حامية زي ما بقولوا عدلتوا وخطتوا للسنة الجاي بالضبط إحنا نشوفه هذا الماراثون بكبر وفيه تحديات كتير بتواجهنا لأنه المساحة اللي بنشتغل عليها محصورة يعني إحنا ما بنقدر نكتفي بالعدد الحالي ونمنع الناس التانية اللي حابة تكون جزء من هذا سواء كشركاء أو كمشاركين لازم إحنا نلاقي الطرق البديلة لأنه نستوعب أكبر عدد ممكن لأنها شوارع ما بعرف يعني طول ما فيه احتلال أكيد ما فيه سيطرة على المساحة المتاحة لأنها في التنقل فعمليا إحنا عمالنا بندرس مع الشركاء الخيارات البديلة جميل طب بالحديث عن الخيارات البديلة هل ستبقى بيت لحم هي الحاضنة للماراثون الدولي ولا ممكن ينتقل لمحافظات أخرى لا أنا بصراحة بدأ أوضح شغلي أنه الماراثونات بالعالم تنظم بالعواصم يعني زي ما بتقولي ماراثون عمان ماراثون بيروت يعني نأمل أنه في يوم من الأيام نأمل ماراثون فلسطيني في القدس بالزبط بس إحنا لأنه موجودين تحت احتلال وهذا أكبر معيك ومنغس بحياتنا كفلسطينيين إحنا تم اختيار بيت لحم صراحة لعدة اعتبارات بيت لحم معروفة عالميا كل الناس بعرفوها كل الناس بيجيوا يحجوا ويقدسوا بهذه المدينة هي مدينة السلام معروفة تاريخيا فعمليا عنوان وسهل تروج لماراثون فلسطيني من خلال مدينة مشهورة زي بيت لحم على مستوى دولي على مستوى دولي كمان كمان وجود المرافق الخدمات زي الاوتلات المطاعم متوافرة بكثرة في بيت لحم بسبب طبيعتها السياحية السياحية كل هاي العوامل بيساعد انك تنظم ماراثون وبعدين احنا اخذنا اعتراف دولي على هذا المصاري يعني بتقدرش انت كل سنة وكان فيه ايضا تعاون هذا عن الموضوع الاعتراف الدولي مهم جدا كان فيه تعاون ايضا مع الشرطة من اجل حفظ الامن والامان والترتبات ما صحيح يعني انت بتقولي الشرطة بتقولي جمعية الاغاثة الطبية الهلال الاحمر سماء القدس بتقولي عن اكشن ايد رايتو بلاي جمعية الرواد كل هدولا كانوا سرية رامالله مركز السلام يعني كان فيه تكامل مؤسساتي من اجل انجاح هذا النشاط هدولا كلهم شركاء هدولا بصراحة يعني انا حب اشكرهم من خلالكم لانه هدول الشركاء بلش معانا من 2013 ومكملين ومستمرين ان شاء الله بذلكم مستمرين ومستقبلا واحنا منشكرك ايضا على وجودك معنا ومنشكر مارثون فلسطين يلي بيقدر انه يطلعنا من هاي الاجواء نكسر الحواجز وايضا نعمل اشياء مفيدة لإلنا ولي عائلتنا شكرا كتير لحضرتك على وجودك معنا سلام شكرا لإليك